يعني بالطبع هناك عودة إلى الوراء كان هناك تصور سابق بان الحرب الباردة السابقة وما بعدها أن الحروب تكون دوما في المناطق في الأطراف وفي العالم النامي في الشرق الأوسط في إفريقيا في أمريكا اللتنية ولكن ليس في قلب اللعبة الدولية في قلب العالم في مركز صراع قديم أوروبا حتى حروب البلقان اعتبرت نوعا من حروب على الهامش وبالرغم من موقعها داخل أوروبا ونوعا من حروب هويات وحروب إقليمية لكن الآن الحرب هي في قلب أوروبا وبالفعل يمكنني القول أن أوروبا أخذت على حين غرها أي الاتحاد الأوروبي بالضبط ويبدو على عكس ما كان الأمر في أفغانستان هذه المرة توقعات واشنطن كانت دقيقة وللأمانة واشنطن قبل العملية العسكرية في أوكرانيا منذ أوائل ديسمبر أرسلت مدير مخابراتها لموسكو لتحذر من القيام بالعمل ولكن في الحسابات والريانات ورغم الجهود الأوروبية يعني أبرز الجهود قام بها ماكرون كان هناك سقف عالي جدا من بوتين كان يريد إنهاء كل توسع الأطلسي ما قبل 1997 وهذا ما لم تقبل به واشنطن ربما لو خفف ليحصر الأمر بأوكرانيا وبإقليم دونباس لكان الأمر أسهل ولكن حصل ما حصل الآن على عودة للتاريخ بعد شهر من العمليات يمكنني القول أن أوروبا بعد مفاجأتها على حين غر تمسكت بوضعها واستيقضت وفاجأت الروسي من ناحية أنها استفت وراء الأمريكي والأمريكي هو الذي يقود العمليات عن بعد 7000 كم وأتى الرئيس بايدن منذ يومين إلى بروكسل وإلى بولندا لكي يتفقد على الأرض إنجازاته لأن ذلك لم يحصل بفضل الولايات المتحدة هذا الاستفاف في إعادة إحياء حلف شمال الأطلسي وإعادة إحياء أوروبا ونوع من العودة العسكرية لألمانيا كل ذلك حصل بسبب الخوف وبسبب الخشية من عودة هذه الحرب إلى قلب أوروبا بالنسبة لأوروبا نعم المشهد ليس ورديا إطلاقا هناك مسألة اللاجئين وإدارتها صعبة هناك مسألة الطاقة وستكون إدارتها صعبة في الشهر الأول حتى الآن لم نرى الإنعكاسات الاقتصادية لكن سنراها أكثر في الإجمال واشنطن من بعيد كما الصين من بعيد يمكن أن نقول أنهما تكسبا أكثر بكثير وأوروبا هي مع أوكرانيا وروسيا من الخاسرين